نيجي لخبرنا اللي الدنيا يمكن بتتكلم عنه او الناس اللي هم في الوطن العربي بيتكلموا عن اللقاء اللي تم ما بين الصحفي الامريكي لجريدة The Atlantic وولي العهد السعودي محمد دين سلمان للامانة انا يعني مش يعني هو كبير جدا وما قدرتش اجيبه كله علشان يعني مش هينفع اقوله لحضراتكم كله اثناء الحلقة بس اللي حابب ابعث له اللينك عربي او انجليزي انا ممكن ابعثه له الحوار كان من صحفي جاي عارف كل الصغيرة قبل الكبيرة عن الشخص ده وعن المكان اللي رايح يعمل فيه الحوار جاي يشوف ولي العهد اللي عنده 36 سنة واللي واخد دولته في حتة تانية خالص هو شايف ان 36 سنة بالعقلية دي ممكن يكون فيه حد معاه مستشارين حد مساعده لان مش دول هم اللي كانوا موجودين قبل كده ومكملين مع الدولة الدولة تغيرت وتغيرت 180 درجة واحنا كلنا شايفينه جيبنا اخبار كتير منها عايز يشوف هل الراجل اللي هيعمل معاه الحوار ده بعد ما يعمل الحوار هيطلع بنتيجة هل هو قاتل ولا مصلح بيقول انه اخد وقت مفروض ان اللقاء بتاعه كان ساعة 10 الصبح لكن مع الوقت اتعامل بعد نص الليل في مكان هو مش كانش عارف هو فين على الخريطة طيرات وعربيات وناس قعدة وامراء كتير مش عارف اسميهم وده يمكن اول ظهور للامير السعودي بعد موضوع كورونا لان هو والده كانوا قاعدين في حتة بعيد شوية علشان خاطر او قسرتهم يعني علشان خاطر الاحترازات يعني بتاعة كورونا قبل ما هقول لحضراتكم الحوار وايه اللي ضار فيه ويمكن جايبا لكم اهم الحاجات اللي تقالت ومن الحاجات وبرضه اهم الحاجات اللي هتدينا مؤشر الناس دي هتفكر تعمل ايه الفترة اللي جاية وبرضه من اهم الحاجات اللي تدي الغرنة مؤشر انهم لازم يفوقوا بقى فده برضه موجود في الحوار نشوف الاول فيديو من 2018 لما راح الاول باجندته للرئيس سرامب وقال له انا هصلح فنزلت الصحافة الامريكية وعملت معا الحوار ده وعايزة تشوفه يوم وشكله ايه يوم محمد بن سلمان في مكتبه شكله ايه نشوف الفيديو القديم ده ونرجع نقول ايه اللي حصل في الحوار مع زا اتلانتك تفضلوا انه ايه اهم كيف تستخدم كل يوم؟ أبداً. لأن كل المنطقة العملية تستخدم الكثير من المنطقة في هذه المنطقة. لذلك أسفة إنه قليلاً قليلاً. توني يا حجوين. حبيبتي وإنت كمان. وإنت بالصحة والسلام يا ماما. يا رب كده العالم يا سود السلام والمحبة والأمين. وكل الحاجات السودة دي تغسافي. أمين يا رب. إحنا ما صدقنا وإحنا من كورونا الرابط إنش. إحنا عبنين للأخبار فعل. أيوة صحيح صحيح. إحنا بقى نسيب الأخبار ونقعد نسلي. صحيح هو ربنا عايزنا برضو إن إحنا نلتجق إليف كل شيء يعني. صحيح صحيح. صحيح أكيد. مش هعطالك حلوين. هو يقيل 1-14. أشكرك أشكرك أشكرك. نارسية إيبة. شكراً لحديثي. وإنتي طيبة حديثي. شكراً لحديثي. باي باي باي. الحديث. إلين جاوبت كمان على السؤال مدام إلين جاوبت في الكنترول روم. بشكرك ألف شكراً. طيب نقول بقى ولا إيه؟ جملي بقى. طيب. نيجي بقى للحديث بتاعه. هو بيقول في الحديث بتاعه بيقول له يعني إني أتردد على البلاد منذ 2019. وفي كل مرة أصل فيها أرى تغييراً ومزيداً من الحداثة. ومزيداً من التقدم. إنها أنا نقترب من 20-30. وقد أصبحت البلاد متشابهة لدبي. ومتشابهة أيضاً بصورة بسيطة لأمريكا. هل تعتقد أن السعودية ستتغير عن حالها وتصبح مثل بقية العالم؟ طبعاً السؤال ده شوية دايق. لأن الإجابة اللي جاية هتبين كده. وليه العادة بيقول له أننا لن نحاول أن نكون مثل دبي أو أمريكا. لا نريد أن نقدم مشاريع منسوخة. بل نريد أن نضيف شيئاً جديداً للعالم. مشاريع ذات طابع سعودي. وإذا أخذنا نيوم على سبيل المثال. وإذا لاين المدينة الرئيسية في نيوم. فهي تمثل مشروعاً فريداً من نوعه تم إنشاء وصوله بوسطة السعودية. أنه لا يعد مشروعاً منسوخاً من أي مشروع آخر موجود في أي منطقة في العالم. غيرت المشاريع الثقافية والرياضية والعقارية. وسأل المحاور قال له اعطيني مثالاً على أن أحد المشاريع الموجودة منسوخة. لا يوجد هو جاوب على طول. يعني تديني مثال مفيش على طول. نيجي للسؤال اللي بعده كان عن الإسلام المعتادل. اللي بيقولوا عليه دلوقتي. قال له لكن أعتقد أنك ستتفق أيضاً كون أن طريقة الترويج الحالية للإسلام المعتادل هي مختلفة جداً. عما كنا سنراه من شخص شاغل منصبك في عام 1983. وليه العهد رد عليه وقال له مصطلح الإسلام المعتادل ربما يجعل المتطرفين والإرهابيين سعيدين. حيث أنها أخبار جيدة لهم إذا استخدمنا ذلك المصطلح. فإذا قلنا الإسلام المعتادل فإن ذلك قد يوحي أن السعوديين والبلدان الأخرى يقومون بتغيير الإسلام إلى شيء آخر. نحن نرجع إلى تعليم الإسلام الحقيقي التي عاش بها الرسول والخلفاء الأربع الراشدين. حيث كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة. وكان عندهم مسحيين ويهود يعيشون في تلك المجتمعات وأرشادتنا هذه التعليم. تعليم الوقتها يعني إلى أن نحترم جميع الثقافات وديانات بغض النظر عنها. وهذه التعليم كانت مثالية فهو رجع له. يعني الكلام جميل بس التنفيذ أجمل يعني. ونحن رجعون إلى الجزور. إن ما حدث هو أن المتطرفين اختطفوا الدين الإسلامي وحرقوه. بحسب مصالحهم. حيث أنهم يحاولون جعل الناس يرون الإسلام على طريقتهم. والمشكلة هي إنعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية. هي دي بقى. هي دي اللي احنا عايزينها. اللي هيبقى فيها الخبر كمان شوية جابها هاي دي. وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية. وبذلك سنحت لهم الفرصة في نشر هذه الأراء المتطرفة المؤدية إلى تشكيل أكثر جماعات الإرهابية تطرفا في كل من العالمين السني والشيحي. رد عليه المحاول وقال له. وكلموا عن تأثير الإخوان المسلمين. في الستينات والسبعينات والتأثير السعودي. وسألوا ماذا عن تصرفك مع العنصر السعودي في التطرف. رد وقال له تلعب جماعة الإخوان المسلمين دورا كبيرا وضخما في خلق كل هذا التطرف. وهما يعني كانوا لوحدهم. وعندما تتحدث إليهم لا يبدون وكأنهم متطرفون. صحيح. ولكنهم يأخذونك إلى التطرف على سبيل المثال أسامة بن لادن والزواهري كانوا من الإخوان. ثم أساسهم جنسيتهم إيه؟ وقاء التنظيم داعش كان من الإخوان. وبردو جنسيته إيه؟ ده أنا اللي بقول. ولذلك تعد جماعة الإخوان المسلمين عنصرا قويا في صنع التطرف على مدى العقود الماضية. رد بقى وقال له دي بقى خطة تحت الحزام زي ما بيقوله. ولكن الأمر لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين فحسب. بل خليط من الأمور والأحداث. ليس فقط من العالم الإسلامي. بل حتى من أمريكا. التي يخوضها حربا على العراق. أعطت للمتطرفين فرصة سانحة. أما فيما يخص بقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهو كسائر الدعاء. خدوا بالكم بقى من الكلام اللي هيتقال. والناس اللي وراء الوهابية. ونركز وحاتكم الله يخليكم كده شويتين. بيقول. فهو كسائر الدعاء. وليس رسولا. وكانت المشكلة في الجزيرة العربية. أنا زاك أحمعنا صورة لي على فكرة. أن الناس الذين كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة. هم فقط طلاب محمد عبد الوهاب. وتمت كتابة التاريخ بمنظرهم. وإساءة استخدام ذلك من المتطرفين عديدين. ولكني واثق لو أن. خدوا بالكم بعد. لو أن الشيخ محمد من عبد الوهاب. والشيخ عبد العزيز بن باز. ومشايخ آخرين موجودين الآن. فسيكونوا من أوائل الناس. أي وهو ده. المحاربين لهذه الجماعات المتطرفة الإرهابية. بيكمل ويقول. الشيخ محمد عبد الوهاب ليس السعودية. لا يا راجل. لهو احنا كلنا كنا يعني مش شايفين لحد الوهاد. يأتونا إلينا بدين جديد. هو ليس السعودية. فالسعودية لديها المذهب السني والشيعي. بيكمل ويقول. فنحن نرجع إلى الأساس إلى الإسلام الطقي. النقي لخدمة الدولة والشعب والعالم أجمع. ونمو الاقتصادي. وهذا ما حصل في السنوات الخمس الأخيرة. اللي انت بتعمله برافو عليك. بصراحة يعني. إذا كنت هتعمل ده. عقبالنا يا جرانا. بيسألوا المحاور. بقولوا. لكن السعودية تستخدم عقوبة الإعدام. كلموا عن عقوبة الإعدام. وقطع اليد. والحاجات دي قالوا. لا عقوبة الإعدام. تخلصنا منها جميعا. ما عدا فئة واحدة. مذكورة في القرآن. واللي هي إذا كان حد قتل حد يعني. عشان بس الحوار طويل. حد قتل حد. والحد ده بينسيبه ست شهور. مثلا موافق. ولا مش موافق إن احنا نعدامه ست شهور سنة. يعني مش تاني يوم بيتم الإعدام. فبيقولوا احنا خلصنا من الأمر ده. جيه طبعا ولا يفوتكم أحبائي. إنه يتكلم عن خشوج. سأله كما تعلم تقول وكالة المخابرات الأمريكية. أنك أمرت بقتل خشوج أو اعتقاله. ما هو ردك على هذا الاستنتاج؟ قال له من المؤلم رؤية أي شخص يقتل دون وجه حق. أن ما حدث يعد أمر مؤلما. ونتمنى قال لا يحدث لمواطن سعودي. أو لأي مواطنين في العالم. كان يعني برضو الحوار طويل في ده. قال إنه لو جابوا لي لستة فيها ألف واحد. خشوج ده مش هيكون فيهم أساسا. يعني لو في ألف واحد لستة إنهم يموتوهم. سعوديين أو غيرهم يعني. أخشوج مش هيكون فيه ليني أنا أساسا. ما قرطلوش ولا مقال قبل كده. ومش هو ده اللي هيهزه يعني. وقال إن الأمريكيين أخطأوا في العراق وأفغانستان وجوانتنامو. فأنتم اتخذتم الخطوات الصحيحة وكذلك فعلنا نحن. يعني إذا كنتوا عقبتوا الناس دول. إحنا كمان عقبنا الناس اللي عندنا. سجلناهم ووقعنا عليهم عقوبات. ما جابش طبعا سيرة الخبر اللي جبتوا لكم من كم حلقة فاته إنهم قاعدين في فنادق سبع نجوه. ما حدش عارف الكلام ده. يرجع ويسألوا المحاور تاني لكنك تقول أن لا علاقة لك بهذا الأمر. ولي العهد قال له لماذا أقو أمه بذلك؟ أنه أمر واضح. ليه أعمل ده؟ أنا مش محتاج لي أنه أعمل دايما. وإنه اتكلم في الموضوع ده قبل كده. بيكمل ولي العهد قطعا لقد ألمتني كثيرا وألمت السعودية من ناحية المشاعر. رد عليه المحاور قال له المشاعر؟ يعني برضو المحاور يعني حويت يعني. قال له لقد لامونا أتفهم غضبهم وأتقبل مشاعرهم ولكن نحن أيضا لدينا مشاعر وألم. ولكن السؤال الأكبر بالنسبة لي هو ده بقى رجع السؤال. لقد قتل سبعون صحفية تقريبا حول العالم تلك السنة. هل يمكنك أن تسميهم ليه؟ رجع السؤال للمحاور. بيقول له في سبعين صحفي تقاتلوا. حضرتك فاكرهم؟ هل أنت جاي تتكلم عن واحد سعودي ولا جاي تتكلم عن صحفي أنت يعني بما أنك صحفي برضو؟ قال له بما أنك مش عارف صحيهم يعني هو بيقول له هل يمكنك أن تسميهم لي؟ لأ. إذن شكرا جزيلا. هو جاوب وسأل وكل حاجة. اتكلم كمان يعني الصحفي قال له أضرت عملية قتل خشوكجي. المهمة دي بقى ونخلي بالنا لأن برضو التون عيلي على أمريكا. أضرت عملية قتل خشوكجي بالعلاقات مع الولايات المتحدة. هل تريد أن يعرف عنك جو بايدن شيئا قد لا يعرفه عنك؟ ولي العهد بيقول له ببساطة؟ يعني سؤال؟ المحاور قال له نعم. رد عليه وقال له أن هذا لا يهمني. هادون كير يعني ما معناه؟ سمعني يا بايدن؟ احنا تفضحنا كده. المهمة. المحاور قال له ماذا تقصد؟ وليه العهد رد وقال له أن هذا ما هو مش متوقع يعني. أن هذا الأمر يعود إليه؟ إليه ده بايدن؟ ومتروك له برضو بايدن للتفكير في مصالح أمريكا. فليفعل ذلك إذن يفكر بقى كان مصلحته مع مين؟ رد عليه وقال له ما هي المصالح الأمريكية في المملكة العربية والسعودية؟ وليه العهد رد أنا لست أمريكيا لذا لا أعرف إذا كان لدي الحق في الحديث عن المصالح الأمريكية أم لا. ولكني أعتقد أن أي دولة في العالم لديها مصالح أساسية اقتصادية سياسية أمنية. هذا هو الأساس الرئيسي الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لأي دولة. السعودية عدوا في مجموعة العشرين بيعايروا بقى بإمكانك رؤية ترتبنا قبل خمس سنين كنا قريبين من مرتبة العشرين. أما اليوم فنحن على وشك الوصول للمرتبة السبعة عشر بين دول مجموعة العشرين. ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من مرتبة الخمستاشر بحلول عشرين تلاتين. كل ده ده طبعا إن شاء الله هيحصل. مع ده واللي معاه هيحصل. وهذا بالتأكيد يضعنا بين أسرع الدول نموا في العالم. وفي العام المقبل سينمو الاقتصاد بأكمل وبنسبة تقارب 7%. السعودية ليست دولة صغيرة. فهي من ضمن دول مجموعة العشرين وأسرع البلدان نموا. مما يدفعنا إلى التساؤل أين تكمن الإمكانيات العالمية؟ إنها في المملكة العربية السعودية. هو بيجاوب برضو. وإذا أردت تقويتها فهناك أشخاص آخرون في الشرق سيكونون سعداء للغاية. سمعني أنت يعني سامع الصين عادة ومستعدة. وهو علاقته بيها طيبة جدا على فكرة. فبيقولك لو أنت ما عملتش ده معي أو ما كنتش كويس معي. في ناس تانية مستنية. ده رد عليه. الصين بيسألوا عن الصين. هل لو أمكنك العودة إلى موضوع الصين يعني؟ لأنه كان سألوا عليها قبل كده. هل أنت مرتاح للتعاون مع الصين؟ قال إن السعودية واحدة من أسرع البلدان نموا في العالم. وستصبح قريبا جدا البلد الأسرع نموا في العالم كله. لدينا إثنان من أكبر عشر سنديء في العالم. والمملكة تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطات بالعملة الأجنبية في العالم. شايفين الرقم؟ ما بيتكلمش على الخليج ولا العرب بقى. ده بيتكلم على العالم كله. السعودية لديها القدرة على تلبية 12% من الطلب على البترول في العالم. السعودية تقع بين ثلاثة مضايق بحرية. السويس، باب المندب، مضيق هربوزي. وتطلع البحر الأحمر ويمر من خلالها 27% تقريبا من التجارة العالمية. إجمال الاستثمارات في السعودية. السعودية في أمريكا 800 مليار. في الصين ما يقرم من 100 مليار دولار. ولكن يبدو أنها تنمو هناك بسرعة. يعني هتنمو هناك بسرعة. كما أن لدي الشركات الأمريكية تركيز كبير على المملكة العربية السعودية. إذ لدينا أكثر من 300 ألف أمريكي في السعودية. بعضهم يحملون كل من الجنسيتين الأمريكية والسعودية. ويقومون فيها والعدد يزداد كل يوم. وإذا كنت عايز تفوز بالسعودية خلي بالك يعني. هو عايز يقول له كما. برضه تطرق لموضوع الفندق والحبسة بتاعة رجال الأعمال. قال له رد عليه الولي العهد بيقول له ما حدث في الفندق لم يكن اعتقال أشخاص. بل كان من أجل منحهم خيارين. الكلام على المكشوف هو. الأول أننا سنعملهم وفقا للقانون تماما. ومن ثم ستقوم النيابة العامة بإعداد لقيحة اتهام. وهي تلاقيها من جهزة يعني من بدري. والخيار الثاني لهؤلاء الأشخاص كان سؤالهم ما إذا كانوا يرغبون بأن يسلكوا طريق المفاوضات. وقد اختار 95% من اللي كانوا محبوسين في الهوتيل. طريق المفاوضات. منهم كان ابن طلال. واسماء رنانة يعني. لذا لم يكونوا مجرمين. ولم يكن بإمكانهم وضعهم في السجن. لقد وافقوا على البقاء في الهوتيل لإجراء المفاوضات والإنهاء. وأعتقد أن 90% من المفاوضات قد انتهت. أما البقية وهم من رفضوا التفاوض فقد أحيلوا إلى النيابة. وفقا للقانون. وهناك نسبة جيدة. اتضح أنهم بريئون. سواء عبر المفاوضات أو المحاكم. سألوا قالوا على قطر. يعني أنت كنتوا أعداء وبقيتوا صحاب دلوقتي. وظهروا مع بعض بالشرطة على البحر من كام يوم. فقالوا لهم. لقد بالنسبة لقطر لقد تغير موقفك الآن كثيرا قبل شهر. قبل عدة أشهر يعني. قالوا إنه شجار بين أفراد العائلة. حنين والله. وحتما سوف تصبح أفضل للأصدقاء. على فكرة مش غلط أبدا. إنكم تتعاونوا على الخير. على الخير بس. مش وحش إنه يكون فيه تعاون ما بين الدول العربية. وبصراحة يعني الإمارات والسعودية ومصر عاملين تعاون كويس جدا. وده شيء كويس. لما يكونوا قوة يقدروا ياخدوا قرارات مع بعض. إنما بقى المكايد ويبعثوا لنا معرفش مين. ويبعثوا لنا مين. يبوزولنا نحن تحت الدنيا يعني. لا ده اللي مش مطلوب يعني. ويمكن يكون ده خير بعدين يعني. وبيقول حتما سوف نصبح أفضل الأصدقاء. نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي. مثل دولة واحدة. لأن عملنا معنا سيضمن أمننا. ويضمن نجاح خططنا الاقتصادي. وسألوا على إيران. طبعا. قال له ما يمنعش أبدا لأن إيران دولة مجاورة لنا. وما يمنعش برضا إن احنا نتعاون معهم. وفعلا في نقاش بينهم وبين بعض. وفي مفاوضات يعني. سألوا سؤال خفيف. قال له بتقعد أديه على السوشيال ميديا. قال له أنا بعد حوالي من عشر دقيقة لتلت ساعة. وبعندي نص ساعة برضو بشوف الأخبار. وبيتابع تويتر. خلي بالكم لو لأي حد عايز يوصل له أي رسالة يعني. يبقى يوصل هارو. سألوا بقى على الوضع الأخراني ده. اللي هو موجود فيه الترفيه بقى. والهيصة دي. واللي بعض الناس قالوا إن الشرطة الدينية اللي كانت موجودة. دول بعض فشلت الطلاب في المدارس. خرجوهم من المدارس ومسكوهم الشرطة الدينية. وخلوهم يروحوا. خلوا البنات ما تلبسوا. وما تقعدش وما تعملش. لكن قالوا. يعني لاحظنا أنك تجلب الترفيه الغربي بطريقة كانت قبل 15 سنة مستحيلة. مش 15 سنة بس ده هم سنتين ثلاثة. قالوا إنما كما تعلمون جزء من نوعية الحياة. خلي بالكم بقى من الجزء ده. لأنه قال إيه في الآخر. ويا رب يا رب نقوله برضو إحنا كمان. ولذلك حينما نحاول إقناع المواهب بالمجيء إلى هنا. ونحاول إبقاء المواهب السعودية في السعودية نفسها. وإبقاء المستثمرين السعوديين في السعودية. وإقناع المستثمرين الأجانب. ونحاول وصول إلى هدف مئة مليون سايح. بحلول عشرين تلاتين. هاي سورتفع العدد من حوالي ستة ملايين في عام ستاشر إلى سبعتاشر ونصف في عام تسعتاشر. بس. فيجب علينا أن نوفر لهم جميع البنية التحتية. فعلى المرأة أن يجلب أفضل ما هو الموجود ليتأكد من أن يصل إلى هذا الهدف السياحي. ما هو طبعا هتجيب سياحة. هتقول له لا ممنوع خمرة ممنوع ميوم ممنوع ممنوع. لا طبعا. يشربوا زي ما هم عايزين. يلبسوا زي ما هم عايزين. المهم فلوسهم تيجي. إذ يجب أن نعمل على هذه الأهداف جميعا لتحقيق ما يعادل 10% إلى 15% من ناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2030. بيسألوا بقى هل يعترض القادة الدينيون على الموسيقى؟ هو ده بقى الأهم. نعم يفعلون ذلك. هو بن سلمان بيرد. ويجادلون. ونحن نجادلهم بدورنا. ومرة أخرى نرجع إلى التعاليم الإسلامية. وبالتالي تعد الموسيقى أمرا زو خلاف في الإسلام. وليست أمرا متفق عليه في الإسلام. بصوا اهو ده في خلاف. مش متفقين. ترى ما مختلفين يبقى كلام مين اللي يمشي؟ الأقوى. الكبير. ده. وإذا كان متفقا عليه عند المسلمين فلدينا أمور في تعليم الرسول تقول. تقول. نخلي بالنا بقى. الضرورات تبيح المحظورات. يا سلام. يا سلام. كل ضرورت. خلينا خطينا شعارنا. شعار ده. قال له الضرورات تبيح المحظورات. الراجل كمان مش ميسد. قال له نعم. فإذا كنت. ده آخر حاجة اللي مش هطول عليكم. نعم. فإذا كنت سأخفض معدل البطالة. وكانت السياحة ستوفر مليون وظيفة في السعودية. وجعل تلاتين مليار دولار لا تصرف خارج السعودية. ويبقى معظمها في السعودية. كي لا يسافر السعوديين كم هم الآن. فيجب علي فعل ذلك. ولذلك لدينا أمر ثالث نقوله. اختار الضرر الأصغر بدلا من الضرر الأكبر. أنا هاختب الفقرة دي بالضررات تبيح المحظورات. ومن له أذنان للسمع فليسمع. على فكرة ده يمكن ما جيش نوص الحوار. اسمعوه وقروه. أو يعني اقروا الحوار. سواء عربي أو انجليزي. بيبين لك الراجل ده رايح فين. وهيعمل ايه. وقلب كل الدنيا. علشان السعودية دي تطلع لفوق. والتهديد جاي لأمريكا دلوقتي. سمعاني هناك. يعني هو الخاصر عام. هو اللي بيقول كده. يلا ربنا معاه. شيرين. فكرة كان هيدر يتكلم كده على بايدن لو كان ترامب. واللي هو وقد حتى سياسة ترامب. انه هو عمال يتصالح معه. وتعلم منه كتير. اوي. مش غلط. مش غلط يكون فيه سياسة. يعني انما اللي بنقوله ده هبهدا. هنا اولا. بلدي اولا. زي ما ترامب كان بيعمل. بلدي اولا. خليني احنا نرفع بلدنا الاول. ده اللي كان بيعمله ترامب. على فكرة روسيا بتعمل كده دلوقتي. كله بيعمل كده دلوقتي. اوه.